احنا قلنا طبعا في الانترودكشن الخاصة في هذا الكورس ذكرنا في الانترودكشن العناصرة والأليمنت سواء تصفحناها بشكل سريع كأوفر فيو عامة وقلنا انه احنا في تصميم كل عنصر رح ندي ندخل فيها التفاصيل الهندسية طبعا ورح نبدأ نحتمد على برامج في الاساس ويضا يمكن تستخدم شيء اكسل ما في اي مشكلة لكن خلينا الآن نبدأ نتعرف بهذا الفيديو وعلى قبل لا ندخل في تصميم البيمز مبدئيا سواء داخل برنامج إيتابز أو عملية المقارنة بين النتاج البرنامج والحل المانوال مالتنا وكيفية انه البرنامج يحل بالدرجة الرئيسية وكيف تشيك على نتاجك فخلينا نتعرف على بعض المفاهيم العامة ونعمل ريفيو أو ريفريش بنسبة لبياناتنا عن البيمز فطبعا بالنسبة للبيمز في الاساس اللي احنا رح نبدأ نصممه بالدرجة الرئيسية احنا نقوم بإيجاد السكشن اللي موجود عندنا سواء كان شيب نسبة إلى الدزاين سواء كان شيب كريكتانجلور أو تي بيم وأيضا نقوم بإيجاد كمية حديد التسليح اللي احنا رح نقوم بوضحها داخل هذا السكشن كل كلامنا رح يكون ضمن Limits ضمن حدود يحددها ان الكود المعني اللي انت رح تبدي تتبع فطبعا كأول خطوة انه احنا نقوم بحساب الأبعاد الان حساب الأبعاد في الدرجة الرئيسية مثل ما قلنا فيها بالنسبة للبيمز فيمكن انه نقوم باستخدام التايبل اللي موجودة عندنا ضمن الـ Chapter 9 ضمن الـ ACI كود اللي يقوم بيعطاك بعض التفاصيل الخاصة في حساب الثيكنس فعلى هذا الأساس تقوم بحساب أو فرض الأبعاد الخاصة فيك يمكن تفرضها بشكل مباشر وتبدي تشيك انه هذه الأبعاد حل هي مناسبة اللي التصميم مالتك باحتبار انها كانت عندك أبعاد قليلة فتوجد كمية حديد تسليح ما راح تقدر تخليها داخل هذه الأبعاد أو داخل هذه الـ Area بدرجة الرئيسية وبالتالي راح تكون انت في Not Save وراح تكون هنا عندك Failure حالة فشل بقناة كمية حديد التسليح اللي انت راح تقوم بتصميمها فراح تكون عندك المين بارز اللي انت تلاحظها الآن هذه أمامك سواء كانت تخليها في الطبقة السفلية اللي هي في البارة أو سواء كانت عندك في الطب راح نبدأ نتكلف في التفاصيل هذه الخطوة الأولى الخطوة الثانية نقوم بإيجاد حديد التسليح أو ما تسمى عندك في الـ Stirrups أو Ties Stirrups هنا طبعا Ties على الكالب هنا عندك الـ Stirrups أيضا الى تفاصيل خاصة فيها بالدرجة الرئيسية إحنا هنا لما نقوم بوضع حمل على الـ Beam اللي في الدرجة الأساس راح يحدث فيه Bending مثل ما تلاحظ الآن أمامك نتيجة اللي هذا الـ Bending اللي راح يبدأ يحصر راح يحدث عندك Tension في الجزء السفلي مثل ما تلاحظ هذا عندك Natural Axis اللي يفصل لك ما بين منطقة Tension ومنطقة Compression أوكي تصوروا إياه أنه عندك الآن Beam أو Elements معين ثم مع ذلك تقوم بتسليط عليها وتعمل Assign إلى Load معين فبالتالي راح يحدث فيه Tension في منطقة وفيه حاجز أو في Natural Axis راح يبدأ يفصل لك ما بين Tension اللي راح يبدأ يحدث عندك في الأسفل يعني في الأساس راح يحدث فيه إنتناء أو إنحناء Bending أوكي وفي الجزء العلو راح يحدث عندك Compression راح يحدث عندك انضغاط إذن هذا الـ Action أو Response اللي حصل عندنا في هذا الألمنت أنا أريد أنه أقوم بتصميمه يعني المفهوم تصميمه أنا أقوم بإيجاد حديد تسليح يكون مناسب حتى أنه أمنع Tension اللي هذا يحصل إلى حد معين اللي ضمن Limits المحددة وأيضا بالنسبة للـ Compression اللي يسببها لي في الدرجة الرئيسية هذا الحمل فطبعا مثل ما تلاحظ الآن أمامك أنه لما يصير عندك حمل سواء كان عندك حمل مركز أو كان Distribution Load مثل ما تلاحظ الآن دي يحصل عندك إنحناء وإنثناء فتصوروا يا أنه هنا راح يحصل عندك نتيجة الإنحناء هنا راح يكون عندك راح يكون عندك Tension وفي الجزء العلو راح يحدث عندك Compression ولو تلاحظ هنا Tension في الـ Support في الـ Support راح يكون عندك بقيمة عليا أو Compression هنا راح يحدث عندك قيمة عليا أما بالنسبة للـ Tension فرح يحدث عندك في المنتصف تماما وطبعا نتيجة لهذا التنش وأن هذا الـ Compression فأنا أريد أوجد حديد التسليح هذا أو حديد التسليح ماتي فمثل ما تلاحظ الآن أمامك هذه الصورة بشكل مباشر من الـ Site أي توضح لك العمل بالنسبة للـ Beam فمثل ما قلنا إحنا راح نبدي نقوم بحساب الـ Dimensions الخاصة في هذا الـ Beam اللي هي الـ B and D D هنا طبعا Effective Depth الـ H يعني في الأساس وأيضا نقوم بحساب حديد التسليح سواء كان العلوي أو السفلي اللي هو راح يكون Stand with Tension and Comprish اللي راح يحدث عندنا في الألمنتص فطبعا على هذا الأساس على هذا الأساس راح تشوف أنه عندك في الكود التسميات التالية أنه عندك الـ B يعني هي يوضحها أنه هي الوث الخاص في العنصر بنسبة للـ D هي يعني يوضحها الكود أنه هو الـ H في الأساس أو الارتفاع أو الدبث الخاص في هذا العنصر أو هذا الألمنت فبنسبة لحديد التسليح السفلي اللي هو البارا طبعا دائما أنه في الحالة Simple Supported أنه تكون قيمتها القيمتها راح تكون أعلى من حديد التسليح العلوي فهذا راح يعطيه اسم AS كمية حديد التسليح أو الـ Area الخاصة في حديد التسليح السفلي AS وAS' راح تكون حديد التسليح العلوي أوكي بنسبة للـ D' هذا هو عندك المخطط اللي راح يحدث عندك الـ ES هنا بالنسبة للـ AS والـ ES' نسبة للـ AS' دايش مثل ما تلاحظ الآن أمامك وطبعا على هذا الأساس على هذا الأساس أنه أنت راح تبدي بحساب حديد التسليح مالتك هناك بعض التفاصيل الخاصة في الـ Connection لازم تأخذ بنظر الاحتبار أيضا ولكن هذه تأخذ فيه Details راح نبدأ نتكلم فيها إن شاء الله فيه Details فيه تفاصيل الخاصة فيه Details فهناك راح تكون عندك Connection ما بين الـ Frame مثلا كـ Frame Connection ما بين Column Beam Connection أو يمكن أن الـ Beam راح يبدأ يدخل لك مع Beam ثاني أوكي وهكذا يعني تأخذ بنظر الاحتبار بعض التفاصيل الخاصة في Detailing راح نبدأ نتكلم فيها إن شاء الله في القسم الخاصة في Detailing أوكي فطبعاً كأول خطوة خاصة في تصميم الـ Beam إن إحنا نقوم بحساب Ultimate The Design or Ultimate Load Of The Structure Need فإحنا داخل البرنامج عرفناه على أساس يكون عندك Combination اللي هو كان 1.2 في Dead Load زاد 1.6 في Live Load هذا اللي نتكلم عليه طبعاً أول خطوة إنه أنت تحسب Ultimate Load اللي راح تبدأ تحتمد عليه في التصميم منسبة للـ Load Pattern أو أنواع Load Pattern اللي موجودة عندك مثل ما تلاحظ عندك الـ ACI Equation في بداية الشابتر التاسع راح تشوف عندك مجموعة من الـ Equation تؤشر على الـ Combination طبعاً اللي هي راح تبدأ تضمن لك الـ Dead Load تضمن لك الـ Live Load وإذا راح تبدأ تضمن لك الـ عفواً أوكي تضمن لك الـ Roof Live Load الـ Snow الـ Rain ويند والـ Seismic اللي راح تتعرفه على أساس تكون عندك E طبعاً هو اختصارات بشكل مباشر الـ D هو Dead Load هنا عندك الـ Live Load الـ R هي الـ Roof Live Load والـ S هي الـ Snow والـ R هي الـ Rain Load والـ E الـ W هي الـ Wind Load والـ E هي الـ Earthquake فطبعاً تتقول أوكي يعني هنا هذي يمكن أن تكون فيه احتمالات كثيرة أوكي فيمكن أنه في حالة من الحالات الـ Load Combination أنه يا قيمة هي أعلى قيمة أنه أنا أصمم عليها يمكن أنه أنا كل الأحمال عندي موجودة في الـ Project يعني عندي أكثر من الأحتمال لذلك البرنامج برنامج E-Tubs طبعاً راح يبدي يصمم بشكل تلقائي على أعلى قيمة فأنت ما راح تبدي تدخل في هذا الموضوع بشكل نهائي هو في الأساس راح يبدي يصمم هو في الأساس راح يصمم على كل الـ Combination هذي أوكي كل الـ Combination هذي اللي موجودة عندك راح يبدي يصمم عليها ورح يبدي يختار لك أعلى قيمة ويبدي يستعرضها لك أوكي فضمن الـ Estimation يعني هو كل عنصر معني راح يحسب الـ Ultimate Load عليه ويقوم بحساب التفاصيل الخاصة في حديد التسليح احتماداً على أعلى قيمة معني على سبيل المثال لو كان عندك مجموعة من الأحمال فرح تكون عندك أكثر من احتمالية للاختيار في طبيعة الحال فأوكي هو راح يبدي يحسبها كلها ورح يبدي يحسب أعلى قيمة الـ Largest Value مثل ما تلاحظناها 690 إذن كل هذه الـ Combination اللي موجودة عندي فأعلى قيمة موجودة راح يبدي يحسبها ياخذها هو بشكل تلقائي ويبدي يشتغل عليها فقلنا أول خطوة أنه نحن نقوم بحساب Thickness أو الأبعاد الخاصة في الـ Beam فطبعاً احتماداً على الجدول اللي موجود عندنا فيمكن من خلاله أنه نحن نقوم في عملية حساب بالـ Minimum Thickness بالنسبة إلى الـ Beam طبعاً نتكلم عن الـ Dimensions الخاصة في الـ Beam سواء كان عندك مثلاً Circle أو Rectangular الـ Ratio اللي هي كم مقدار الـ Ratio اللي يمكن أنه تكون ما بين الأبعاد هذه إحنا مثلاً اختارين 30 في 70 هل يمكن أنه أخلي 90 100 يعني كم المقدار هل هناك محددات طبعاً هناك تاثيرات منها إذا كانت عندك الأحمال إذا أنت دخلت أحمال الأرتك أحمال الجانبية أحمال الأرتك وكناداً نتكلم فطبعاً أنت لازم أنه أنت تبدأ تحتمد في المحددات الخاصة في الكود ما تقدر أنه أنت تاخد 30 في قيمة ترتفع أكثر وبالتالي راح تكون عندك الـ Ratio أو النسبة ما بين البعدين كبيرة جداً من 3 إلى 4 وبالتالي راح يبدأ يسبب لك مشاكل وهو في الأساس هذا إذا راح نبدأ نتكلم فيه في القسم الخاص في الأحمال الليترال لوت فطبعاً احتماداً على هذا الجدول راح نقوم بحساب الـ Minimum Thickness أو يمكن تقوم بابتراض الـ Minimum Thickness أنت وتبدي تشيك عليها فيما بعد أوكي ما في أي مشكلة فطبعاً أول نقطة لازم ننتبه عليها في التفاصيل الخاصة في حساب حديد التسليح سواء كان رئيسي أو سواء كان حديد التسليح الشير إذا راح نبدأ نتكلم عليه إن شاء الله في فيديو خاص فيه الآن نتكلم عن حديد التسليح الرئيسي اللي يحدث لنا نتيجة للمومت أو نتيجة للبيندينج اللي يحدث في الألمنت فطبعاً مثل ما تلاحظ الآن أمامك كأول خطوة الرئيسية إنه إحنا لازم نقوم أو لازم نحسب اللي هو يمثل لك الأفوى على الإي أس أوكي وأيضاً لا ننسى أن نقوم بحساب الإي تي والإي تي في الأساس هو يمثل لك الدي تي الدي تي يقصد فيها طبعاً الدبث الخاص في الخاص في السكشن هذا هو الدبث أوكي فهذا الدبث لازم أنه يعني تقوم بطرح من عند الكبر سي يقصد فيها الكبر وهذا المقدار كله تضربه في مقدار أو بوينت أو أو ثري طبعاً الآن هي أو بوينت أو أو ثري هي يقصد فيها استرين يأخذ على قيمة تساوي لك أو بوينت أو أو ثري ثم على ذلك تضربه في مقدار الدي تي ناقص سي على سي أوكي وطبعاً لما أنت حسبت الإي تي فمن خلالها راح تبدأ تحسب ما يسمى عندنا بالفاي الآن الفاي هو إيش معناه الآن الفاي راح تشوفه عندك هو موجود في الأساس في كل عنصر إن شاء نحن في الأساس مثل ما قلنا إذا نحتمد strength design فبالتالي أنه أنت تحتاج إلى Vector أو ما يسمى Reduction Vector تقلل من قيمة مقاومة العنصر أو الألمت اللي أنت راح تبدي تصمم وأول خطوة راح أشوفها فيها عنصر أنه أنت تحسب قيمة الفاي الآن قيمة الفاي يمكن أنه تكون محددة ضمن عنصر قد تكون جدول أو قد تكون معادلة معينة فبالأساس لازم أنه أنت تحسب قيمة الفاي فأول شي طبعاً احتماداً على قيمة ال-E-T اللي إحنا حسبناها يمكن باستخدام هذا الجدول أنه إحنا نحسب قيمة الفاي وطبعاً لأن إحنا الآن عدنا elements يحتمد على يعني elements فيه compression وفيه tension فرح تشوف فيه فيه في الأساس ثلاث مناطق رئيسية المنطقة الأولى compression والمنطقة الأخيرة tension وفيما بيناتها راح تكون عندك transition zone يعني عدنا zone compression والzone تكون عندك tension وطبعاً لمن تقوم بحساب ال-E-T وهذا ال-E-T يطلع بمقدار 0.002 وأقل أوكي فالآن بشكل مباشر تأخذ قيمة الفاي لاحظ قيمة الفاي تأخذها 0.65 وإذا كانت قيمة ال-E-T مساوية أو تكون أكبر من 0.005 فطبعاً هنا راح تأخذ بشكل مباشر أنه قيمة الفاي تساوي عندك 0.9 يعني بشكل مباشر أوكي أما إذا كانت فيه لترانزيشن يعني ما بين 0.02 وما بين 005 وطبعاً إذا كانت ما بين القيمتين لازم أنه تحسب من خلال معادلة لحظة أنا عندي هنا معادلتين هذه معادلة وهذه معادلة طبعاً هذه المعادلة يعطيك سهم على هذا الخط المناقط وذي يقولك هذا Spiral يعني إذا كان عندك Spiral تبدي تستخدم هذه المعادلة وإذا كان عندك الاحتياذي اللي هو تايد بطبيعة الحال فيمكن أن تقوم باستخدام هذه المعادلة لحساب قيمة الفاي اللي هي 0.65 وال-E-T موجود عندي فبالتالي حصلت على قيمة الفاي اللي تكون ما بين قيمة 002 و 005 أوكي إذن هذه أول خطوة إنه إحنا حسبنا قيمة الفاي قيمة الفاي أيضاً ما قلنا هي عبارة عن Reduction Vector فاكتر أو معامل تنقيص للمقاومة اللي إحنا رح نبدي نحسبها أوكي فطبعاً احتماداً على ال-E-T اللي إحنا حسبناها الآن هذه قيمة ال-E-T حصلنا من خلالها أوكي حصلنا من خلالها على قيمة الفاي فالآن طبعاً أول خطوة أو الخطوة الرئيسية أو الفكرة الرئيسية بأنه كالتالي إنه أنت تحسب ما يسمى عندك في ال-R لو تبدي ترجع الى الصورة هذي مالتنا اوكي اين هي الصورة اوكي هذي الرو تيقلك انه هذا حديد التسليح يعرف على اساس يكون عندك reinforcement ratio يعني قيمة الرو الخاصة في حديد التسليح الفعلية لابد ان تكون لها قيمة الدنيا ك minimum state انا ابدأ اشتغل عليها وقيمة عليا اوكي هذي قيمة الرو اللي انت رح تبدي تحسبه خلال calculation لازم اكون محددات انه انا ما ابدأ اتجاوز المكزمم ولا ابدأ اقل على المنممم اوكي بهذا الحال طبعا انه يمكن تستخدم جدول او يمكن تستخدم equation لحساب المنمم والمكزممم فاليو الخاصة في هذي الرو طبعا هذي الرو بشكل مباشر من خلال ان تحسب كمية حديد التسليح يعني في الاساس قيمة الرو هي ايش تتمثلك تمثلك نسبة حديد التسليح او الarea الاساس على الارية of concrete or concrete section فالاس الان انه انت تريده في حال انه انت حسبت قيمة الرو رح تجد قيمة الاس باحتبار انه الاي بالنسبة للconcrete موجودة الارية بالنسبة للconcrete section هي موجودة عندي اللي هي الدي في البي اوكي واضحة جدا فبالتالي انه انت حسبت قيمة الرو اوكي وهذا موجود عندك حصلت على الارية of steel فبالتالي لازم انه انا عندي محاددات او عندي limit وعدي minimum value بالنسبة لقيمة الرو هذه على هذا الاساس طبعا انه المكزمان يمكن انه حصلها من جدول بي بي سبعة طبعا هذا الجدول موجود عندنا في المصدر نحن نبدي نشتغل عليه مثل ما نوهه تعليف ال الارترو ديكشن في المتطلبات للجاك مكرو في نهاية هذا الكتاب راح تجد عندك هذا الجدول وبعض الجداول الاخرى من خلاله يمكن من خلاله ان تقوم بحساب قيمة اكثر من قيمة رو بشكل مباشر هو حاسب ان يعني بشكل مباشر راح تبدي تسهل عليك في الكالكوليشن بالدرجة الرئيسي مثل ما تلاحظ انه هنا عندك قيم ال Fy 300-350 دي حدد عليك بطبيعة الحال وعندك قيمة ال F'C 21 اقل من 21 الى 28 ما بين 21-28 ما بين 28-35 ما بين 35-42 24 فطبعا احتمادا على ايش احتمادا على قيمة او قيمة ال Fy موجودة عندك قيمة ال F'C موجودة عندك بطبيعة الحال وقيمة ال ET موجودة عندك فيمكنه خلال ان تقوم بحساب اعلى قيمة وحساب ايش حساب المينيموم مثل ما تلاحظ الان عندك هذي اللي هي في الاساس وعندك قيمة رو اللي هي المكزيمة عندك 3 قيم يعطيك 0.04 و 0.005 و 0.075 ضمن هذه القيم او ضمن بياناتها رح تبدي بحساب رو نسبة حديد او الرايشيو الخاصة في حديد التسليح العليا وايضا في نهاية في النهاية رح تشوف عندك رو مينيموم فهذه هي الرو مينيموم اذا من هنا حصلت على رو ماكس اوكي حصلت على رو ماكس وحصلت على ايش رو مينيموم اوكي واحدة منها احتمادا على ال ET اللي احنا حسبنا هذا هو قيمة ال ET اوكي حسبة ايش؟ حسبة الرو مينيموم اذا هنا حصلت على رو مينيموم ورو مينيموم اذا الان واضح جدا انه كاول خطوة انه احنا نقوم بحساب ايش؟ بحساب الابعاد هذه الخطوة الاولى الان الابعاد يمكن تقوم بفرضهم نسبة الخبرة التصميمية او يمكن تحتمد الجداول فبالتالي حصلت على قيمة ال B وحصلت على قيمة ال D اوكي بعد ذلك انه انت تريد توجد كمية حديد التسليح نسبة الى ايش؟ نسبة الى ما تسمى عندنا في ال MU الان طبعا هو هذا ال Moment ال Ultimate Moment اللي انت حسبته من خلال calculation او من خلال البرنامج تحتمد الوقت بجل المعني طبعا يمكن تحتمد على البرنامج لحساب قيمة ال Ultimate Moment فاعتمادا على ال Ultimate Moment تريد توجد حديد التسليح فبالتالي اول خطوة اكتوه ايدي اصابة نسبة حديد التسليح او ال ratio الخاصة في حديد التسليح العليا والدنيا من خلال equation ومن خلال هذا الجدول ثم مع ذلك تنطلق الى حساب كمية او رول خاصة في حديد التسليح المطلوبة فالآن لاحظ هذا المثال راح يبدي يوضح إنه هذا الكلام طبعاً مثل ما يتلاحظ الآن يقل لك Design Rectangular Beam صممنا Beam 22Foot Symbol Spawn Dead Load مقدارة واحد مثل ما تلاحظ Not Including The Beam Weight يعني يقل لك هذا الواحد مو من ضمنه Self Weight الخاص في هذا الBeam لازم تحسبه والLive Load مقدارة 2 وفبراي MC موجودة وفواي راح يبديد اشتغل عنها 4000 PSI وعندك 60000 PSI طبعاً الآن هنا عدنا Assume يعني هو فارض فارض فرضية فرض قيمة الـ Edge وقال لنفترض إنه هي 27 inch أوكي وبنسبة للـ B فارضها إنه 14 inch يعني مثل ما تلاحظ فرضية لعملية حساب الـ Dimensions أي ممكن تستخدم الجدول إذن هنا حصلنا على Edge حصلنا على الـ Dimensions وهنا حسب الـ Beam Weight هذا الوزن الخاص في الـ Beam اللي هو Dead راح يبدي يضيفه إيش يضيفه على الـ Dead Loads اللي هو موجود عندك هنا لهذا يحتبر عندنا الـ SuperDate إذن هذا احنا في البرنامج احتبرناه SuperDate وهذا هو الـ Self Weight اللي هو الـ Dead Loads اللي يحسبه إن البرنامج بشكل تلقائي الآن هو يحسبه ضرب الحجم الخاص فيه مثل ما قلنا حجم ينظره في الـ Unit Weight اللي هو 150 راح يبدي يعطيك إيش يعطيك إيش يعطيك الوزن الآن هذه عملية تحليل هذه الفقرة هي عملية تحليل من خلاله إنه أنت تحصل على الـ M Ultimate الـ M Ultimate فأول شيء حسب من خلال هذه المعادلة حسب الـ Combination الـ Combination بيعتبره إنه عدة Dead Loads و Live Loads إذن 1.2 في الـ Dead Loads اللي هو راح يبدي يعمل لك تجميع إلى اللي هو الـ 1 زاد O.394 الواحد اللي هو super dead و.394 اللي هو sulfate وضافلة واثنين اللي هي مقدار Live Loads وضربه في 1.6 حتى يبدي يحصل على الـ W اللي هو الـ Ultimate إذن المعامة Ultimate باحتباره إنه هو Symbol Supported راح يكون عندك W Ultimate مضروف في الـ Alk التربية بالنسبة لإنه هو 22 إذن راح يكون عندك 22 على 8 أوكي فبالتالي حصلت على الـ M U الآن وصلنا إلى فقرة الفاي طبعا الفاي هو الآن عامل عليها Assuming أوكي هذه قيمة الفاي فرضها في البداية إنه هي Assuming نفرض إنه قيمة الفاي هي O.9 وحنا قلنا إنه لمن يكون قيمة الفاي O.9 معنى ذلك إنه Tension Control أوكي في الأغلبية تكون عندك Tension Control والCompression Control لمن يكون عندك Cantilever أوكي فالآن هو فارض قيمة الفاي لاحظ هنا أيضا فرضية بالنسبة لقيمة الفاي يمكن إنه أنت تحسبها بشكل مباشر من خلال استخدام هذا الجدول اللي إحنا صفحنا تحسب قيمة الـ Et ثم ذلك تقوم بحساب قيمة الفاي من الجدول المعنى على هذا الأساس طبعا فرض قيمة الفاي وبالتالي حسب الـ Rho بشكل مباشر الآن هذه المعادلة اللي يمكن من خلال إنه أنت تحسب قيمة الـ Rho مثل ما تلاحظ الآن أمامك هذه المعادلة اللي O.85 F'C طبعا هذي لماذا O.85 F'C مثل ما قلنا في المخطط اللي أنت لاحظت الآن أمامك هنا بالفعل هو هنا إنه هنا مثل ما تلاحظ هذا المقدار هو رح يكون عندك المؤثر O.85 F'C أوكي فعلى هذا الأساس O.85 F'C على الـ F'Y ضربه في هذا المقدار اللي هو 1 ناقص تحت الجدر 1 ناقص 2 في الـ Rn على O.85 أيضا بكل الأحوال الـ F'C لازم أنه تقلل عندك بمقدار 85% أوكي فرح يكون عندك 85 فعلى هذا الأساس طبعا حسابتي تقييمة الـ Rn طبعا أي شيء يقصد في الـ Rn هو الـ Rn هو عبارة عن الـ Ratio ما بين M Ultimate و F'Y BD كل تربيع أوكي طبعا M Ultimate هذا هو موجود إحنا حسبنا مثل ما تلاحظ هذا هو وبالنسبة لـ F'Y إحنا فرضناها بين 9 و BD الـ B هو B الخاص في السكشن مالتنا هذا هو 14 Enj وبالنسبة للـ D كل تربيع هو 24 وهنا تربيع ثم على ذلك حصلنا على قيمة إيش قيمة الـ R اللي هي هذا مقتر هو 0.00842 هذه قيمة الـ R هي قيمة الـ Actual أو Requirement اللي أنا أريدها طبعا احتمادا على قيمة الـ R هذي رح أبدي أحسب قيمة الـ As إحنا مثل ما قلنا إنه قيمة الـ R هي عبارة عن إيش عبارة عن Ratio Between As On A Off Can Carried أوكي فإذا أنت تريد الـ As أوكي ببساطة تقوم بضرب قيمة الـ R اللي هي 0.0842 في الـ Ac اللي هي 14 Enj في 24.5 أوكي الـ Ac اللي هي الـ B في D أوكي المساحة الخاصة في هذا الـ Section B في D فبالتالي حصلت على 2.98 Square Enj هذه المساحة وهذه الأريا الخاصة في الـ Steel هي المطلوبة وطبعا قال إنه أوكي هذه الأريا حتى أبدأ أعملي لها Detailing فيمكن إنه أستخدم Sharp 9 وابدي أستخدم إنه الـ As أفرض بعد عملية التقسيم Multi يعني أستخدم 3 ثلاثة ثلاثة وبالتسعة شرب 9 فثلاثة وبالتسعة الفعلية هذه الفعلية أوكي هذه المطلوبة وهذه الفعلية إنه أصبحت عندك ثلاثة هنا عندك 2.89 قال رح نبدأ نستخدم بثلاثة فقسم هذه على ثلاثة يعني قسمها على الـ Dimear فقال إنه رح نبدأ نستخدم بثلاثة طبعا الآن هذه الـ As الحدود أو لا فيمكن إنه مثل ما قلنا نحسب الـ Raw Minimum والـ Raw Max باستخدام إيش باستخدام هذا الجدول اللي أنت تلاحظه الآن أمامك فباستخدام هذا الجدول أوكي يمكن إنه نقوم بحساب Raw Max والـ Raw Minimum حتى نبدأ نتأكد إنه قيمة الـ Raw اللي إحنا حصلناها ما تبدأ تجاوز الـ Raw Max ولا تقل عن Raw Minimum أوكي وثم عدد عليك تبدأ تتقل لعمليات الـ Detailing الخاصة في إيش الخاصة في حديث هذا طبعا هم رح نبدأ نتكلم عن هذا الـ Detailing بنسبة لفقرة Detailing رح نبدأ نتكلم فيها في آن في القسم الخاص في Detailing بنسبة ل Project ولكن نخذ بنظر الاعتبار العملية كالتالية إنه إحنا كفقرة أولى يعني نقوم بحساب Moment Ultimate اعتمادا على الأحمال الموجودة ثم الفقرة الثالثة بشكل مباشر نحسب ه Raw قيمة Raw ناعدنا ونسبة حديد التسليح مثل ما تلاحظ يمكن نستخدم هذه بشكل مباشر لعملية حسابه هذه Raw لازم تكون ضمن محددات لازم تكون أقل من المنموم ويعني تتجاوز ضمن المنموم والمكسيموم يعني هذه Raw تكون ضمن المنموم وضمن المكسيموم طبعا هذا الكلام رح نبدأ نكرره ونشوفه بشكل أفضل لما نبدأ نستخدم برنامج Procon في الCalculation بطبيعة الحال